السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ بينا انا معمونة هقدم لكم النهاردة تلات طرق مختلفة للبيت هقدم لكم الدوست بالبيت والجبنة وكمان هقدم لكم الاملت بطريقة مختلفة وجميلة جدا وكمان هقدم لكم البيت التركي تعالوا بقى نبدأ في اول مرحلة وهي تحضير البيت بالدوست شوفوا بقى شكله يعني خطير وجميل جدا 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 يعني للاطفال فطار عاشا جميل جدا وزيل قوي شايفين بقى الجبنة ينهار ابيض خطيرة بجد طعم السندوست شده جميل جدا 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 والبيت بقى مع الجبنة اللي اتنين مع بعض تجنن تعالوا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير هنا اول حاجة معي اتنين بيضة ورشة ملحة خفيفة ورشة فلفل اصمر هضرب بقى البيت كويس قوي بالشوكة طبعا محضرة معي طاصة بتكون كبيرة شوية يعني الحاجة نبتاحها كبير هده هنا هدهن خفيفة بالزيت واللي يفضل انه هو يدهنها بمكعه صغير من الزيت ده براحتكم خالص هنا بقى حط البيت واحاول افرده في القاع كده بشكل يعني ايه انه هو يغطي الاربع قطع توست معي هنا بقى اربع قطع توست والتوست اللي معي حجم صغير مش كبير احط القطع وبعدين بقلبها على الاتجاه الثاني علشان انا لما بحطها في البيت بالشكل ده واجي احمرها على الاتجاه الثاني بتكون طريقة هخلي بقى البيت لما يتماسك خالص وبعد كده هقلبهم على الاتجاه الثاني هنا بعد اما البيت بقى ما تماسك معي بالشكل ده هبدأ ان انا هافصلهم من النص واقلبه على الاتجاه الثاني محضرة معي هنا بقى شرحتين من الجبنة الجودة واللي بيفضل انه هو يستخدم الجبنة لأي نوع من انواع الجبن براحتكم خالص جبنة موزرلة جبنة عكاوي اي جبنة بتشد لها مطة تقدروا انه كنتوا تستخدموها بس انا بفضلها بالجبنة الجودة برضو بتديني مطة حلو هقفل السندويتش كويس قوي وبضغط عليه علشان الجبنة تتماسك معها التوست مع البيت يبقى كله مع بعض وقطعة واحدة هقلبهم بقى على الاتجاهات كلها لحد ما يديني اللون الاهمر هنا بضغط عليها ضغطة برضو خفيفة بالشكل ده كل ما بقلبها بضغط عليها برضو ضغطة خفيفة علشان الجبنة تسيح مع البيت والتوست يتحمر بقى التحميرة الحلوة بتاعتنا دي بيبقى جميل جدا كده خلاص مظبوط كده على التقديم كده بقى خلصنا اول طريقة دينا للبيت وهي التوست بالبيت والجبنة جميلة جدا 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 يعني بجد لو جربتوا الوصفة دي هتحبوها جدا هنا بقى دي الوصفة التانية وهي البيت التركي هنبدأ بقى في التحضير وصفة البيت التركي بتتعامل بطريقة تانية مختلفة برضو هبقى قدمها لكم براجب طصة بتاعتي على البودجاز على النور مطهو السيطة مش عالية وحطيت رشة خفيفة من الزيت العادي او زيت الزتون اللي انتو بتفضلوا تقدروا تستبدولها بمكعب زبدة حبية واحدة بقى من الطماطم قطعتها ترنشوط بالشكل ده وهرتبها جم بعضا هرش رشة بقى من الزعتر وده حاجة اختيارية يعني مش مش مفروضة يعني في الوصفة ورشة الملح انا بقى ملح الطماطم علشان تكون متملحة كويس مايبقاش البيت من فوق يعني حادق ومتزبط ومن تحت الطماطم ما فيهاش ملح قعد ما قلبت الطماطم بالشكل ده معي هنا بقى الثلاث بدوت حطيت رشة من الفلفل الاصمر ورشة من الملح وهنا حطيت برضو على الاتجاه التاني ملح وزعتر على الطماطم هقلب بقى البيت كويس قوي وهنزله فوق الطماطم التسوية انا باكد بتكون على نارها دي علشان البيت يستوي كويس ومايبقاش معانا محروق زيادة انا لازم قططها وسبتاه حوالي دقيقتين بعد كده معي جبنة مزرلة او اي جبنة بتكون بتشد انتو بتستخدموها وتكون كويسة وبفردها الوش بالشكل ده طبعا سبتاه تاني حوالي دقيقتين وده شكل الجبنة بعد مساحة خاطيرة وجميلة جدا ده شكل البيت بقى بتاعنا وان شاء الله هقدم لكم طريقة البيت التركي بالمسلوق برضو قريب نبدأ بقى في المرحلة التالتة وهي تحضير القملت جميل جدا والوصفة دي انا باعتمدها في الفطار عندي دايما دي وصفتي المفضلة معي هنا بقى تلات معالق من البقدونس معي هنا تلات بيضات كبار او متوسطين معي هنا بقى فلفل اغدر واحمر واصفر يعني فلفل الوان رشة خفيفة من الفلفل الاصمر رشة خفيفة برضو من الملح اقل من ربع معلقة ومعي هنا رشة خفيفة من الكامون شارحتين من الجبنة الجودة وتلات معالق من جبنة المزرطة هنا بقى هبدأ في التحضير اول حاجة هضيف الملح والفلفل البصمر والكمون والفلفل الالوان والبقدونس هقلب بقى المكونات كلها اضربها كده مع بعضها افكك البيت كويس قوي كده تمام بحضرة بقى الطاصة بتاعتي على البوتجاس ورشة خفيفة قوي من زيت الزتون ونقدر ان احنا نستبدلها بالزيت العادي او بمكعب زبدة دي بترجعليكم ونربطكم هنا بقى هحط البيت بالشكل ده لما البيت يتماسك شوية بحاول ان انا احرك الطاصة في الاتجاهات علشان البيت اللي لست طري يعني يروح على الحروف كده مايفضلش متبقي في النص يعنى بحاول ان انا اوزعه اهو بالشوكة علشان لما اعمل البيت رول بالشكل ده يبقى يعني الحروف معايا يعني مغطية مغطية الجبنة هنا بقى هفضي بقى الجبنة المزرلة ووزحها بالشكل ده وشارحتين الجبنة جود بعد ما البيت ما تمسك معايا دايما باختبر الحرف كده وبرفعه بشوف ايه التسوية وبأكد النار بتكون معايا النار متوسطة مش نار عالية علشان الاملت ما يتحرقش مني او البيت بقلب بسباتيولة والسباتيولة التانية سند الحرف من ورا لان انا هقلب الحرفين يعني هعملهم رول بس مستنية بس تديني لون المذهب من تحت علشان لما اقلبها يكون شكلها كويس هقلب بقلب الجهاد بالشكل ده علشان اضمن ان الجبنة كمان تسيح معايا مع البيت بصوا بقى انا بسبت السباتيولة من فوق وسباتيولة من تحته بقلب تسوية ما بتاخدش ثلاث دقايق يعني بيكون خلاص جاهز بكده خلاص خلصت معايا بقى للاملت خطير ويجنن بجد يعني طريقة جميلة جدا اولادي بياشقوا بصراحة الاملت واكلات البيت ديت عمتا انا بحب ان انا انوى عليها الاولاد وده طبعا التوست الاكلات النهاردة كلها جميلة جدا اتمنى اعرف رأيكم في وصفاتي ودي طريقة النهاردة في التقديم يارب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من المحايلة